بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك سنقول عاملين ايه ياربو كلوك تكونوا بخير يا حبايبي النهاردة ان شاء الله هنعمل review مراجعة on unitis على الوحدات one two three and four الوحدة الاولى والتانية والتالتة والربع من كتاب وقبل ما نبدأ يا حبايبي ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وده في عيل ازر الجرس ليوصلكوا كل جديد ونبدأ على طول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة بقولي listen and point استمع وقشر اول مجموعة من الكلمات بعنوان الألوان colors 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 احمر red 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 ازرق blue 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 اخضر green 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 اصفر yellow 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 اصفر black 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 بروتوكالي orange 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 الأرقام numerals 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 الأرقام numerals واحد one طبعا في برضو كلمة تانية numbers دي عارفانها واخدناها قبل كده دي معنى جديد للأرقام numerals واحد one one اثنين two two تلاتة three three four four five 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 بعد كده مجموعة الكلمات البعدي كده أدوات المدرسة school tools school tools أدوات المدرسة زي ايه؟ حقيبة أو شنطة bag bag ألم جاف pin pin ألم رصاص pencil pencil براية sharpener 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 طبعا كل الكلمات دي أخدناها قبل كده بالتفصيل قسمنا كل كلنا إلى أجزاء وكننا بنكتب الصوتيات فوق الحروف احنا بنقولهم دلوقتي النظام مراجعة مصطرة ruler 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 معلمة pencil case pencil case pencil case بعد كده أجزاء الجسم parts of the body parts of the body parts of the body parts of the body أنف nose nose أنف nose nose عين eye eye عين أذن ear 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 يد hand 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 mouth 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 وجهي face 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 أسنان teeth 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 نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده جايب المجموعة من الأسئلة على الأربع وحدات أول سؤال match A with B بنوصل الكلمة بالصورة اللي بتدل عليها number one mouth mouth يعني فم طيب فين صورة الفم؟ letter B يبقى هنوصل كلمة mouth بletter B تاني كلمة عندنا بي بيعني نحلة هنوصل number two بصورة النحلة اللي هي letter D number three شارب هنر شارب هنر فين يا حبيبي صورة البراية؟ letter C number four بص بص يعني اوتو بيس letter A بعد كده بقول look and circle يعني انظر وضع دائرة حول الكلمة الصحيحة أول صورة عندنا أنف nose الكلمة الأولى نعمل عليها دائرة أستاذة مونة miss مونة الكلمة التانية نعمل عليها دائرة يغسل brush brush الكلمة الأولى نعمل عليها دائرة أحمر read read الكلمة الأولى نعمل عليها دائرة نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بقولي scribble and write قاعد ترتيب الحروف فوقت بالكلمة عندنا استهمي كده على الشعر شعر here h a i r شعر here h a i r تاني شكل عندنا مصطرة ruler ruler r u l e r بعد كده استهمي على الوجه وجه face face f a c e بعد كده رقم خمسة يعني five five f i v e بعد كده بقولي write the missing glitter أكتب الحرف النقص أول شكل عندنا يد hand hand الحرف النقص h ozen ear ear e a r الحرف لنقص r براية شارب هنر شارب هنر شارب هنر s h a r p e n e r الحرف اللي نقص h sorry s الحرف اللي نقص s number four عندنا رقم اتنين يعني two t w o يبقى الحرف اللي نقص t بعد كده بقولي circle and write يعني ضع دائرة ثم اكتب يعني هنا بجيب لي كلمة ونقص حرف بجيب لي تلات حروف احنا بنختار الحرف اللي نقص في الكلمة اول حاجة بنعمل عليه دائرة وبعد كده بنكتبه عندنا الصورة الاولى رقم واحد واحد one o n e الحرف اللي نقص o نعمل عليه دائرة ونكتبه في النقط o تاني كلمة نحلة b الحرف اللي نقص b b خفيفة نعمل عليها دائرة ونكتبها في النقط number three torta cake c a k e الحرف اللي نقص c number four برتقالة orange orange o r a n g e الحرف اللي نقص o نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بقول look and choose يعني انظر واختر طبعا عندنا الكلمة جنب كل كلمة ثلاث صور احنا بنعمل دائرة على الصورة اللي بيدل على الكلمة number one four four يعني اربعة يبقى نعمل circle على رقم اربعة number two olives olives يعني زيتون يبقى هنعمل دائرة على صورة الزيتون number three bus bus يعني اوتوبيس يبقى هنعمل دائرة على صورة الاوتوبيس بعد كده بقولي listen and answer yes or no استمع استمع واجب بنعم ام لا بنقرأ الجملة او السؤال اللي عندنا لو الجملة او السؤال بيدل على الصورة يبقى هنعمل true في المربع اللي تحت yes لو الجملة لا تعبر عن الصورة هنعمل true بس في المربع اللي تحت no ركزة معي احنا هنا مثلا لما نختار no معنى كده ان احنا بنقول لا يعني ما ينفعش هنا نعمل فورس خطأ احنا هنعمل صح برضو بس كده احنا اخترنا no يعني لا اول سؤال عندنا بقولي is it five is it five يعني هل ده رقم خمسة طبعا ده رقم خمسة يبقى هنختار yes true يعني صح كده ايه الايجابة صحيحة يعني كده السؤال اللي عندنا يعبر عن الصورة طيب number two is it a net يعني هل هايزيه رقبة طبعا كده false كده خطأ طبعا ما ينفعش نقول yes وما هنقول ايه هنقول no لو احنا كده عملنا خطأ ما ينفعش لكن لما نعمل true زي كده معنى كده ان احنا بنقول لا احنا كده اخترنا no يعني لا يعني ليس رقبة دي عين number three is it a pencil case دي مقلمة yes يبقى نختار yes يبقى لو الحاجة صح بنختار yes لو الحاجة خطأ بنختار no سواء في yes او no بنعمل true يعني بنعمل علامة صح لو عملناها تحت yes يبقى احنا كده بنقول نعم لو عملناها تحت no يبقى احنا كده بنقول لا انظر بقى اكمل هنا بقى بنكمل الرقم اللي نقص one two three four five الرقمين اللي احنا كتبناهم نقصين عندنا two four وبكده يا حباب نكون انتهينا من المراجعة مع حل الاسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة